إذن نبدأ هذه النفذة التحليلية مع الأزمة الأوكرانية وينضم إلينا عبر سكايب من كييف دكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث الثياسي أهلا بك في البداية في هذه الساعة من القاهرة الإغبارية يعني دكتور ميكولا قصف أوكراني على سبع مناطق بما قوطعت دوناتسك وأيضا روسيا بتعلن إسقاط 20 موسيارة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم وتصدي لهجوم صاروخي فوق جسرها الاستراتيجية مع عدم تأكيد أو نفي القانب الأوكراني للقيام بهذه الهجمات فلماذا بداية التركيز على استهداف شبه جزيرة القرم؟ السلام عليكم نعم الآن أصبح الاتجاه الجنوب محورا رئيسيا للهجوم الأوكراني ويركز الجيش الأوكراني جهودها على هذا المحور بالضبط وهذه نحن طبعا لا نستطيع أن نعرف بالضبط خطة بسكرية للقيادة الجيش الأوكراني ولكن من المقول أن هناك خطة فيما يتعلق بالوصول إلى الشاطئ باحر أزوف في نقطة من نقاط وا بهذه الطريقة قطع القوات الروسية نصفين يعني وفصل بين مجموعة متواجدة في خرسون والقرم ومجموعة أخرى متواجدة في مريوبل ودونسك وبعد ذلك يمكن الوصول إلى شب جزيرة القرم وبعد تدمير كل الجسر التي تربطه القرم بالبرة يمكن الاستيلاء على هذه الجزيرة بشكل وهي نقطة استراتيجية طبعا مهمة جدا وبالتالي من المقول أن هذا أولا وثانيا تكون جزيرة القرم عنصرا مهما لخطوط لوجستية للجيش الروسي وبالتالي طبعا هذه الضربات وهناك قواهد الأسطول البحري للبحر الأسود والروس يستخدمونه لإطلاق السواريخ على المدن الأوكرانية دائما من طراز كاليبر وطبعا تدمير هذه القواهد ومستوضعات الوقود والذخائر أمر مهم جدا في المقابل القوات الروسية بتشن خلال 24 ساعة ما يقرب من 61 هجوم وأطلقت أيضا العديد من القذائف الهون ومدفعية وطائرات دون طيار يعني ما تصعد الهجمات المتبادلة ما بين الجنبين الروسي والأوكراني في رأيك ما هي خطة أوكرانيا الآن لمواجهة تلك الهجمات المكثفة؟ الآن بدوره يركز الجيش الروسي جهوده على الاتجاه الشرقي في مناطق دونيسك ولوغانسك حيث لي ربما لصرف اهتمام القيادة الأوكرانية من الاتجاه الجنوبي حيث أصبح وضع الروس صعبا ومهددا جدا وطبعا هم يخفون من نجاح القوات الأوكرانية في هذه الهجوم والتقدم كما مثل ما كان في السنة الماضية في مناطق خاركي وخيرسون وبالتالي استخدمنا كل صعب المتاح لهم لإبطال لصد هذا التقدم بينها العمليات الإرهابية مثل تفجير محطة كخوفكا الكهرمائية ونحو ذلك وهجمات بالمسيرات وإطلاق النار على المناطق السكنية ونحو ذلك يعني للاستمرار في هذه المعركة أوكرانية تقترب خطوة وتترجع مرة أخرى في اقتناء تائرات F-16 الاستمرار في هذه المعركة وربما هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن لأسباب تذكر بعدم خبرة الأوكرانيين ومرة أخرى أيضا بتأخر البرامج التدريبية البيت الأبيض في واشنطن أعلن أنه مستعد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه المقاتلات في حال إذا سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باقتناء هذه الطائرات طائرات F-16 إلى أي مدى سيسمح هذا بالتعمق في مزيد من العمق في العمق الروسي لأوكرانيا أعتقد أن الخصول على طائرات F-16 كل شيء طبعا يتعلق بعدد تلك الطائرات لأن أوكرانيا تحتاج إلى عدد كبير إلى مئات منها على آية حالة الآن يفعل الجيش الأوكراني أشياء لا يمكن في الوحى بالحقيقة دون الطائرات ولكن الجيش الأوكراني يتمكن من القيام بهذه الأحوال هذه العمليات غير مسبوقة وإذا كان الجيش الأوكراني قادرا على ذلك بدون دعم الطائرات فبعد الخصول على الطائرات ستزداد قدرته بكثير وطبعا سنرى نجاحات كبيرة وربما تحرير المناطق المختلة بصورها أكثر دكتور ميكلا باستون الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من كيف شكرا كزيلا لك على كل هذه التفاصيل